دعا المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني دعا مجلس الأمن الدولي للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة جاء ذلك بعد استشهاد المآت من موظفيها وتدمير مبانيها غادة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة بإجراء تقييم لأداء الوكالة دعا المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة في غزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها التقرير أشار إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهاماتها لموظفين في الأونروا بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية لكن التقرير خالص إلى أن الوكالة تعاني من مشاكل تتصل بالحيادية خصوصا على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من إقراره بما خالص إليه التقرير قال لازاريني إن الاتهامات للوكالة مدفوعة في المقام الأول بهدف تجريد الفلسطينيين من وضع لاجئ وهذا هو السبب في وجود دغوط من أجل عدم وجود الأونروا في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع استشهد 180 من موظف الأونروا وتضرر أو دمر 160 من مبانيها واستشهد 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها عالم الأمم المتحدة مع العلم أنه حاليا تقدم الوكالة خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ مسجل ترجمة نانسي قنقر